من أجل المحافظة على البيئة والاهتمام بغابات نخيل ببلدية وادي عتبة أطلقت اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي ببلدية وادي عتبة حملة لتنظيف الغابات والواحات القريبة من الإسكان العام بالمنطقة طبعا هذا العمل عمل تطوعي شبابي تنادو شباب منطقة تساوى في هذا العمل وبدو في تنظيف النخيل لاهتمام بها وأيضا هذه النخلة تعتبر من التروات القومية التي نستفاد منها ومن خلالها الحملة تعد الأولى من نوعها التي تشهدها البلدية وتشمل الاهتمام بأشجار نخيل والتي شهدت إهمالا من قبل المواطنين مؤخرا بعد أن أصبحت عرضة للتلوث البيئي بسبب إلقاء القمامة والمخلفات نحن شباب العامة تطوعي بوادي عتبة اليوم نقوم بحملة تنظيف للغابات المحيطة بالمساكن داخل البلدية والي عتبة ذلك لتنظيفها خاصة من قرب فصل الشتاء من كثير الباعود وكثير الحشرات الضارية ضارة فقمنا نحن كشباب العامة التطوعي بهذه الحملة تنظيف بعض الغابات داخل البلدية يهدف القائمون على الحملة إلى تشجيع الشباب وبث روح التنافس بينهم من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية إضافة إلى إظهار الغابات والوحات بمظهر جميل ولائق والمحافظة على البيئة من التلوث ترجمة نانسي قنقر